يعني عنوان هالتقرير هو الصمود والإرادة مشاهدين بدنا نرحب بضيفنا البطل النقيب البطل علي محسن علي أهلا وسهلا فيك وانورت صباحنا لليوم يصعد صباحك يصعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يعني مثل ما قالت سالي حضرتك عنوان للإرادة والصمود وعدم الاستسلام خلينا نحكي عن مشروعك التطوعي الجديد اللي بلشت فيه وهو قيد الإنجاز حاليا المشروع هو إعادة زراعة الجبال اللي اتعرضت للحرائق فكان الفكرة أنه مهي أول مرة من شارك بالتشجير السنة الماضية العام الماضي والقبله بالجبال بمصياف كانت غابات كتير حلوي وفي حملات كتير صارت لإعادة التشجير وهذا اللي شجعنا أن نعمل هالمبادرة لزراعة هذا الجبل اللي هو خمسة آلاف غرسي بساق واحد أنه أنا إنسان عندي مشكلة صحية زراعة هالخمسة آلاف غرسي اللي هي بده شوية صعوبة وعمل ما ردتني الإصابي أو الحالي اللي أنا فيه عن هذا العمل اللي هو بده جهد شخصي يعني بده جهد تعب جسدي فكانت الفكرة أنه أنا رح أطلق هالخمسة آلاف إزراعين أنا مبدئيا لحالي مشان يكون أنه إنسان أنا إنسان عندي مشكلة ببتر الساق زراعة خمسة آلاف غرسي شو بيمنع إنسان سليم أنه يزرع غرسي واحدة ما بدنا غير غرسي واحدة من من كل إنسان من كل إنسان سليم بلشت من خمسة آلاف بالعمل لها الوقت هذا صار أربعة آلاف وستمائة غرسي يعني باقي أربعة آلاف غرسي بخلص من مشروع الخمسة آلاف غرسي ورح ننطلق بعض الخمسة آلاف غرسي لمشروع بشكل بعمل جماعي لأنه العمل الجماعي هو أساس نجاح أي شيء فمع الفعاليات مع المجتمع الأهلي مع المجتمع المحلي رح نطلق هذا المشروع لتشجير بكافة المحافظات السورية حلو كتير يعني مثل ما ذكرت يمكن دائماً أي شيء بيصير مع الإنسان لازم ما يعيقوا عن العمل التطوعي ويمكن مشروعك كان بكتير مهم وخاصة بوقتنا الحال يمكن تعرضنا من فترة على حرائق بيئة الأحراج يمكن مثل هذا المشروع يعني مهم وكيف إذا كان عن إرادة وتصميم خلينا نحكي قديش في شيء جواتك حابب تقدمه في رسالة معينة حابب توصلها لقوة التشجير عم يصير يعني وزارة الزراعة عم تشتغل حراج دائرة الحراج بشكل بكل مكان بالمحافظات متابعين فهو هي مساعدة إلون هي دعم لحتى الزيادة أكبر عدد ممكن من الغراس خلينا نحكي كمان عن هذه المبادرة المهمة خطتك المستقبلية لإلى هلأ رح تكون بمحافظات تانية رح ننتقل من محافظة حمر رح نزرع بالشكل الجماعي بمصياف بموقعين اللي هني المشرفي وبقرية بشنين بشكل مع التعاون مع الاتحاد الرياضي مع شركة أفكار مديرة العام الأستاذ والضاح مع المجتمع الأهلي والمحلي وكافة الفعاليات وأنا كوني كطالب بكلية العلوم السياسية هلأ في تانسيق لنتعاون مع الاتحاد الطلبي أنه يساعدونا بها الحملة هاي بحمص بموقع الناصرة بطرطوس هلأ في زراعة التوتل مشان تربية دودة القز كمان رح نزرع بثلاث مواقع بلازقية بسد بلوران وقرية بيت حليبي وبي ريف دمشق النبك مشفى التل وطريق المطار طبعا اختيار هالمواقع كله تم بالتعاون مع وزارة زراعة ودائرة الحراج ومديرية الحراج بكل محافظة من المحافظات المذكورة واختيار كل نوع شجر مناسب لأنه نحن بدنا نزرع شيء يصير بشكل بسرعة ويظل لمدى أطول ويكون له فائدي أنه مو أنه زراعنا غرسي هاي ما بناسبة هذا الجو لأنه كل نوع من الغراس له جو مناسب من بده رقوبة من بده عناي فائقة يعني الجبل اللي أنا زرعته هو سنوبر سمري يعني هو سقاي مرة وحدة أو مرتين بالصيف فهو بينجح يعني إذا بدي إيجي إزرع أنا مثلا شجرة غار بالموقع اللي أنا خطرته بده سقاي بشكل مستمر فهي مكلفي يعني زراعته صارت عبق على الدولي أكتر من من أنه فصار فيها فائدي فكان الاختيار عن طريق مهندسين ومشرفين من دائرة حراج مصياف متواجدين معي موسقين أنه أنا زرعت هالخمستالاف غرسي بشكل فردي يعني دائما الإنسان فيه شي خاص لضيعته لأولاد ضيعته كيف كان تلقي أبناء ضيعتك لألاك اللي شافوك رغم كل شي إنه عم تشتغل مع لمدار السنين هلق أبناء ضيعته هنن كتير يعني هي نحنا فيك تقولي الحالي فريدي بمحافظة حما فريق عمل تطوعي بعدد كبير هنن عم يتركوا أعمال ينفذوا الأعمال التطوعية بالقرية نعم خلينا نحكي كمان رغم الإصابة بعدك بمجال عملك أو على رأس عملك وأيضا عندك كثير مبادرات تنموية بالمجتمع إضافة لحملة التشجير خلينا نحكي عنهم أكثر اليوم الإصابة ما وقفتك أبدا ولا يمكن توقفك بيوم من الأيام هو الإنسان بالإرادة قادر ينفذ أي شيء بيس على تحقيقه وكل إنسان عنده قادر يعطي بمكانه بأي إنسان عنده قادر يعطي بأي شيء يريد هو يعطي فيه شو مكان نوع الإصابي شو مكان الحالي الصحي شو مكان فكل إنسان قادر يعطي أكيد دائما الإرادة والصمود هو عنوان لك السوري يمكن على مدار الحرب القاسية اللي مرت علينا نحنا ما شفنا شيء توقف يمكن إرادة الشباب ودائما منحث على أنه الشباب هو الروح هو الشيء اللي بدوا يبني هذا الوطن أي كلمة يا حابب توجهها لكل اللي عم يشوفوك لرفقاتك لأهلك لرفاقك بالسلاح نحنا هون فيه كتير الرحمة للشهداء اللي ضحوا بأرواحه اللي وصلنا لهون جنود اللي مقاتلوا هلق بهالبرد واللي هنن وصلونا لهالانتصار هذا ندعو الجميع أن شاركنا بهالحملة من كافة المجتمع الأهلي والمحلي وأي شخص حاب يشاركنا لنزرع أكبر عدد ممكن من الغراس لإعادة سوريا الجميلة نعم يعني حب الوطن بيقولوا أنه بيتعلم من الصغر ولكن هو كمان بيكون موجود بدمنا خلينا نحكي هيك عن صعوبة يعني مرأتنا شوية كان فيه لقطات من حملة التجيير اللي كنت عم تقوم فيها بمفردك خلينا نحكي عن الصعوبات اللي كانت عم تواجهك وخصون أنه كان عمل فردي الصعوبات هو الطقس يعني أنه الوقت التجيير هو لنهاية آزار بي خلاص فأنا إذا بدي ما أشتغل بشكل مستمر يعني بكافة الظروف الجوية كان برد شمس فما بلحق كلنا مستمرين بالعمل فلهيك استمرت عمدها طويل لأنه أيام ضباب أيام شتيء أيام مطر هاي الصعوبات أكيد ما في شي بيجي هيك بالسهل ولكن دائما الإرادة والتصميم هو لازم يكون عنواننا يعني نحنا كتير تشرفنا فيكم نفتخر فيك وبأي جندي على الجبهات وأي جندي يكمل حياته ومصر أنه يقاتل مو بس بالسلاح أيضا يقاتل لبناء وطن لنحنا نرجع مثل قبل وأحسن كل الشكر لألك وشكرا لوجودك معنا نورد صباحنا لليوم شكرا لكم نقيب البطل علي محسن علي شكرا لوجودك معنا شكرا لحطاء الحلوة اللي منحتنا يا هو للإرادة والصمودة اللي عندك شكرا كتير إلك شكرا لكم أهلا وسهلا شكرا لكم